من جانبه قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق إنه لا ينبغي غض الطرف عن جذور ومسببات الوضع الحالي بما يضمن نزعفة للأزمة وتقليل التوتر وخلال فعليات الجلسة العامة للأمم المتحدة حول الأزمة الروسية التي خرجت بمشروع قرار يدين العملية العسكرية الروسية بالأراضي الأوكرانية أكد عبدالخالق أن البحث عن حل بالطرق السلمية ينبغي أن يظل نصب الأعين في التعمل مع الأزمة الراهنة انطلاقا من إيمانها الراسخ بقواعد قانون الدولي ومبادئ ومقاصد مثاق الأمم المتحدة واحد إن البحث عن حل سياسي سريع لإنهاء الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية ومن خلال دبلوماسية النشطة يجب أن يظل نصب أعيننا جميعا والهدف الأساسي للمجتمع الدولي بأسره في التعامل مع الأزمة الراهنة ومن ثم يتعين إتاحة الحيز السياسي الكفيل بتحقيق ذلك الهدف الأساسي ترجمة نانسي قنقر